أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية حيث جاء في المقابلة التي ألقاها قداسته من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأكدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنردت المعن صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتألمين وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تكلم قداست البابا على الحرية المسيحية بكونها خميرة الحرية التي أعطيت لنا بموت الرب يسوى وقيمته لا تدخلنا في نزاع مع الثقافات ومع التقاليد التي طلقيناها لأنها تحتوي على حرية جديدة محررة هي حرية الإنجيل التي تساعدنا أن نبقى متجذرين في جذورنا الثقافية وفي الوقت نفسه تفتح أنفسنا على شمولية الإيمان الذي يندمج في كل ثقافة ويعترف ببذور الحقيقة الموجودة فيها ويطويرها فيحمل الخير الموجود فيها إلى الكمال الحرية المسيحية تساعدنا أن نعلن بشرى المسيح المخلص وأن نحترم ما هو جيد وحقيقي في جميع الثقافات وقد صميت الكنيسة الكاثوليكية بهذا الاسم لأنها كنيسة جامعة ومنفتحة على جميع الشعوب والثقافات في كل الأوقات لأن المسيح ولد ومات وقام من أجل الجميع